نقف إياكم مشاهدين على تفاصيل الأداء للأسواق الخليجية وقيمها السوقية وكذلك سيولتها نعم القيمة السوقية ربما حققت مكاسب وخاصة في ظل أرباح سجلتها الشركات ولكن السيولة كانت ضعيفة ونحدد طبعا إطار الحديث أنه في الشهر إبريل كان لدينا أيضا بعض من الأخبار التي ربما هي التي أدت إلى هذا النتاج لكن تبقى أرامكو مسؤولة أيضا عن نتاج الأرباح للأسواق السعودي بشكل لافت لدينا أقف على جمالي السيولة التي سجلت تراجع واضح لدينا بقربة 25% لتتراجع بمقدار 35 مليار و200 مليون دولار أمريكي في إبريل نتحدث عن توزع السيولة السعودية استحوذت عن نصيب الأكبر ب67% لدينا أبو ظبي العاصمة الإماراتية 16% توزعت فيما بعد الكويت 6% قطر 5% دبي 5% عمان والبحرين المجتمعية كانت 1% إجمال القيمة السوقية بالتريليون دولار المكاسب السوقية التي حققها شهر إبريل كانت بحدوث 308 مليارات دولار لتصل إلى 4 تريليونات و200 مليار دولار بارتفاع قدره 8% في إبريل كان لدينا عوام الكثيرة كانت قد شجعت على هذا الارتفاع الواضح لدينا في القيمة السوقية لكن بين المكاسب والخسائر وجدنا أن السوق القطري كان من جموه الأسواق الخليجية هو المنفرد في تراجعات بالنسبة للقيمة السوقية السوق السعودي حقق لدينا مكاسب بـ 280 مليار دولار لوحدها أرامكو كانت مكاسبها 234 مليار وبالتالي استأثرت على نصيب الأكبر وبإجمالي وصل إلى 900 مليار دولار نحن نتحدث عن أكثر من نصف المكاسب أو القيمة للأسواق الخليجية سوق أبوظبي أضاف 22 مليار دولار سوق دبي أضاف 5 مليارات البورصة في الكويت أضافت مليارين وتراجعت لدينا في السوق القطري بقرابة 500 مليون دولار إذا ما نظرنا إلى الشق المتعلق بحركة أداء البورصات في مؤشراتها وننظر إلى السوق السعودي في أبريل كان لدينا موجة من الارتفاع لازمت السوق ولكن كان لدينا أكثر من محاولة لجني الأرباح أخرت السوق عن مستويات 11200 نقطة لاحظنا في أكثر من محاولة لكسر هذه المستويات لكن على الأقل أنه الشهر مرتفع بـ 4% وهي أعلى مكاسب شهرية في 15 شهر فوتسي أبوظة بيرتفع بقرابة 3.8% أعلى مكسب في 6 أشهر أيضا مرت على السوق تقريبا تداولات أسبوع كامل كان فيها يرزح تحت ضغط من عمليات جني الأرباح نهيكم عن تراجع واضح في القيمة السوقية لبعض من الأسهم تحديدا أسهم مجموعة العالمية القابلة التي مؤثرها على المؤشر ووزنها كان كبير السوق في قطر تراجعت بمقدار 13 نقطة المئوية هذا ثالث انخفاض شهري على التوالي على الرغم من التماسك عند العشرة ألاف ومئة وثمانين نقطة التي أغلق عليها في تداولات أبريل لكنه لم يستطع المحافظة على المستويات المنشودة والعودة لـ 11 ألف نقطة التي تشكل حاجز نفسي في السوق القطري البقية من الأسواق الخليجية وتحديدا يهمنا أن نقف على تداولات سوق دبي المالي أعلى مستوى في عام سجلوا في أبريل بارتفاع 2 في المئة لاحظنا أيضا أسهم معينة من القطاع البنكي امتازت خاصة أنه كان في شهر أبريل نهاية تداولات على بعض من أسهم قطاع البنكي التي أثبتت القطاع المصرفي فيها في دبي بأنها تفوقت مع ارتفاع أسعار الفائدة وهتحققها مش الربح كان في دخول واضح على هذه الأسهم مؤشر الكويتي الأول ارتفع بـ 1.20 نقطة وهو أول مكسب في خمس أشهر للسوق الكويتي بقي لدينا البحرين ومسقط تراجع طبعا مسقط أدنى إغلاق يومي في شهرين كان خسر السوق ثلاثة في المئة يتبقى لدينا الحديث عن أبرز المؤثرات أبرز المؤثرات على البورصات الخليجية في أبريل طبعا نتائج قياديات البنوك عن الربع الأول كانت هي في أول أسبوع من أبريل وبالتالي الزخم كان قوي جدا وجاءت الأرباح أعلى من التوقعات حافظ عليها ارتفاع أسعار الفائدة وتخطي هامش الربح المتوقع على الرغم أيضا من ارتفاع محفظة الوداع في هذه البنوك استحقاقات التوزيعات النقدية عن عام 2022 وخاصة لإعمار والوطني في الكويت وزخم المؤشرات الأمريكية التي كان معامل ارتباط فيها نوعا ما إيجابي وبشكل واضح كانت أسهم قطاع البنوك ونتائجها المالية التي أعطت هذا التقدم وأشر نازدك المركب حقق أعلى إغلاق له في نحو ثمانية أشهر كانت هذه نظرة تفصيلية حول الأداء في الأسواق الخليجية لشهر أبريل المنصر